بسم الله الرحمن الرحيم طاب يومكم متابعي الكرام يتجدد لقائي بكم في فيديو جديد لتلاميذ السنة الثانية متوسط فرض في فيديو اليوم سوف نحل ونشرح فرض في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية الفصل الأول النموذج رقم ثلاثة التمرين الأول يقول صنف التحولات التالية في الجدول أدنى صنف التحولات التالية في الجدول أدنى عندنا ها هي معطيات التمرين الأول عندي أولا ذوبان قرص فيتامين سي في الماء ذوبان قرص فيتامين سي في الماء يعتبر تحول كيميائي لماذا؟ لأنه عند ذوبان قرص فيتامين سي في الماء سوف ينطلق غاز وانطلاق غاز يعتبر أحد مؤشرات أو دلائل حدوث تحول كيميائي وأيضا لا نستطيع أن نعيد للقرص أو أن نرجع بهذا القرص لحالتها الأصلية أو الطبيعية ثانيا التفكك الحراري للسكر التفكك الحراري للسكر يعتبر أيضا عبارة عن تحول كيميائي لأنه ما قدروش نرجع السكر لحالته الأصلية بعد ما فكناه باستعمال الحرارة ثالثا ذوبان السكر في الماء ذوبان السكر في الماء يعتبر تحول فيزيائي وهذا لأننا نستطيع الرجوع به لحالته الأصلية وهذا بتبخير الماء كيميخروه راح يتبخر الماء راح يبقى لنا السكر ثانيا أو رابعا هنا عندي تشكل الجليد تشكل اللي كان عليها كحليب انسهار الحديد يعتبر تحول فيزيائي يعتبر تحول فيزيائي لأنه الحديد بعد ما تحول السائل بعد ما انسهر نقدر نجعو الحالة الأصلية تعو وهذا بخفض درجة الحرارة راح يرجع الحالة الأصلية ندعو كحديد يعني صلب قلنا في الشطر الأول صنف صنفنا الشطر الثاني عندي صحح صحح العبارات التحول الفيزيائي العبارة الأولى لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية خلال التحول الفيزيائي العبارة هنا خاطئة لأنه خلال التحول الفيزيائي يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية غالبا يعني في أغلب الحالات العبارة الثانية الذرات محفوظة خلال التحول الفيزيائي تبقى الذرات محفوظة هذه العبارة سليمة أو صحيحة لأنه خلال التحول الفيزيائي الذرات لا تتغير قبل وبعد التحول تبقى نفسها العبارة الثالثة والأخيرة تظهر مواد جديدة هنا خطأ العكس تماما في التحول الفيزيائي ففي التحول الفيزيائي لا تظهر مواد جديدة لا تظهر مواد جديدة التمرين الثاني نقوم بمزج برادة الحديد مع مسحوق الكبريد ونسخن المزيج فنحصل على مادة جديدة سوداء تدعى كبريد الحديد نمزج بوراة الحديد مع مسحوق الكبريت ونسخن المزيج يعني بوراة الحديد زايد مسحوق الكبريت سنتحصل على مادة جديدة سوداء تدعى وتسمى كبريت الحديد واحد ما نوع هذا التحول نوعه تكون فيزيائي أو كيميائي ولماذا؟ يعني السبب إذا كان تحول فيزيائي لماذا؟ إذا كان تحول كيميائي لماذا؟ ثانيا إذا استعملنا 65 غرام من بوراة الحديد فما هي كتلة مسحوق الكبريت المستعملة للحصول على 92 غراما من كبريت الحديد؟ الإجابة نقوم بمزج بوراة الحديد مع مسحوق الكبريت ونسخن المزيج فنحصل على مادة جديدة سوداء تدعى كبريت الحديد واحد ما نوع هذا التحول؟ نوع هذا التحول أو هذا التحول هو تحول كيميائي لماذا؟ السبب أو التبرير؟ لأنه ظهرت مادة جديدة وهي كبريت الحديد الإجابة هنا نحظر لقينها في النص هنا وجه قال لي قال لي نحصل على مادة جديدة هنا تكون أو ظهور مادة جديدة في التحول هو أحد مؤشرات حدوث تحول كيميائي لأنه ظهرت مادة جديدة وهي كبريت الحديد وهذه إحدى مميزات التحول الكيميائي ثانياً إذا استعملنا 65 غرام من برادة الحديد فما هي كتلة الكبريت المستعملة للحصول على 92 غرام من كبريت الحديد؟ هنا رح نرمز أو رح نعطيه لكل من المواد الموجودة في النص رمز عندنا رمز أو رح نرمز للكتلة كبريت الحديد بم نرمز لكتلة برادة الحديد الكتلة تع برادة الحديد رح نرمز لها بم1 والكتلة تع الكبريت رح نرمز لها بم2 وبما أن الكتلة تبقى محفوظة في التحول الكيميائي هذا يعني باش نلقاو الكتلة تع الكبريت هنا الكتلة تع الكبريت هنا هي هنا M2 محفوظة في التحول الكتلة تع الكبريت زائد الكتلة تع الكبريت الحديد أو تع الكتلة تع المادة الجديدة هنا احنا بغينا نلقاو الكتلة متاع الكبريت راح نديره M اللي هي كتلة كبريت الحديد او المادة الجديدة او المنتجة راح نديره لها M راح نقص منها M1 اللي هي كتلة برادة الحديد باش نلقاو M2 اللي هي كتلة الكبريت M2 او كتلة الكبريت ماذا تساوي تساوي M أي كتلة كبريت الحديد ناقص M1 أي كتلة برادة الحديد هنا رح نكتبوهم بالأرقام بالأعداد هنا M هنا وشي هي M أو كتلة كبريت الحديد هنا هي 92 ناقص كتلة برادة الحديد اللي هي 65 أو اللي نرمز لها بM1 هتولي لنا 92 ناقص 65 92 ناقص 65 رح تعطيني 27 غرام يعني الكتلة تاع الكبريت هنا هي 27 غرام الوضعية الإدماجية قرأت في إحدى الجرائد خبر وفاة شخص مختنقا وذلك لأنه ترك مدفاة غاز البوتان مشتعلة طوال الليل جزء هنا أعطاني معلومة قللي جزء غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون أربع ذرات كربون وعشرة ذرات هيدروجين وعشر ذرات هيدروجين هنا قرأت في إحدى الجرائد خبر وفاة شخص مختنقا وهذا لأنه ترك المدفاة ضع غاز البوتان مشتعلة طوال الليل إذا علمت أن احتراق غاز البوتان يتم وفق التحول الكيميائي التالي احتراق غاز البوتان يتم وفق التحول الكيميائي غاز الأكسجين زايد غاز البوتان كي يحترقوا على بعضهم وش رح يعطيونا هنا المواد المنتجة هنا عندي بخار الماء وثناء أكسيد الكربون ثناء أكسيد الكربون يعني السي أو ثنين واحد اكتب الصيغة الكيميائية لهذا الفرد الكيميائي نكتبو الصيغة الكيميائية لهذا الفرد الكيميائي لهو غاز البوتان ثانيا بيّن سبب اختناق الشخص هو ما طريقة الكشف عنه مخبريا يعني الطريقة نتعى الكشف عن هذا الغاز هذا ثالثا اعطي اقتراحا واحدا يمكننا من اجتناب هذا الحوادث رابعا مثل بالصيغة الكيميائية نواتج هذا التحول الكيميائي التي تمثل في بخار الماء زايد ثناء أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون الإجابة قاءت في إحدى الجرائد خبر وفاة شخص مختنقا وذلك لأنه ترك مدفئة غاز البوتان مشتعلة طوال الليل جزء غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون وعشرة هيدروجين إذا علمت أن احتراق غاز البوتان يتم أفق التحول الكيميائي التالي هنا أعطاني التحول الكيميائي لاحتراق غاز البوتان يعني هنا المواد الإبتدائية والمواد النهائية عندي غاز الأكسيجين وغاز البوتان مواد إبتدائية ومواد نهائية مثل في بخار الماء وثاني أكسيد الكربون اللي أكتب أو رح نكتب هنا الصيغة الكيميائية لهذا الفرد الكيميائي اللي هو غاز البوتان كيقول لي أكتب الصيغة الكيميائية لأي غاز هنا وش رح ندير راح أولا غاز البوتان من وش يتكون يتكون من أربع ذرات كربون أربع ذرات كربون هنا الكربون بوش نلمزولها هنا رأنا نلمزولها بالحرف الأول من الإسم نتاحة أو المصالح نتاحة باللغة الفرنسية عند هنا كاربون يعني هنا نحطه C كدما هدنا ذر كربون هنا هدنا أربع ذرات إذن هنا رح نكتب أربعة كربون كات يعني كربون أربع ذرات كربون وعشرة هيدروجين رح نكتب هنا أش هيدروجين رمجولها بالأش عند كدما هنذر هيدروجين عندي أعشرة ذرات هيدروجين س أربعة أش عشرة إذن هذه هي الصيغة الكيميائية لغاز البوتان ثانيا سبب اختناق الشخص هو السبب هنا الاختناق هذا الشخص هو استنشاقه لغاز ثوناء أكسيد الكربون أو غاز CO2 وطريقة الكشف عنه مخباريا هناك كيكا لطريقة الكشف عنه مخباريا يقصد طريقة الكشف عن غاز ثوناء أكسيد الكربون مخباريا نكشف عليه مخباريا وهذا بوضع الغاز في رائق الكيلس فيتفاعل هذا الغاز مع رائق الكيلس ويتعكر رائق الكيلس وهذا دليل على أن هذا الغاز هو غاز CO2 أو على وجود غاز ثوناء أكسيد الكربون ثالثا الاقتراح هو لتجنب هذه الحوادث يجب علينا تهوية الغرف التي تحتوي على المدفع نحرص على تهوية وجود مثلا نوافذ لتهوية الغرف التي تحتوي على المدفع رابعا الصيغة الكيميائية لنواتج هذا التحول الكيميائي يعني الصيغة الكيميائية لبخار الماء وغاز ثوناء أكسيد الكربون أولا بخار الماء رح ننزوله بأش ثنين أ يعني زوج ذرات هيدروجين وذر أوكسيجين ذرتين هيدروجين وذر أوكسيجين زايد غاز ثوناء أكسيد الكربون اللينا ننزوله بـCO2 يعني ذر كربون سي هنا كي كريدكم في الذر ما كلا نكتبه قدمها واحد نكتبه مباشرة سي يعني ذر كربون وذرتين أوكسيجين إذن CO2 هنا قال لي ثوناء أكسيد ثوناء معناها ذرتين وين يكتب لي أكسيد؟ أكسيد هي مختصر لكلمة أكسيجين يعني زوج ذرات ثوناء معناها زوج ذرات أكسيجين أكسيد معناها أكسيجين وذر واحدة كربون إذن CO2 تحياتي وسلامي إلى رقاء آخرى إن شاء الله أكسيد معناها